أكد وزير البترول كريم بدوي أن قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفدا من شركة مبادلها الإماراتية للطاقة برئاسة الشيخ منصور الحامد الرئيس التنفيذي للشركة فيما شهد اللقاء استعراض أنشطة متبادلة مع الإمارات في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبعي في مصر من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط متمثلة في منطقة امتياز حقل ظهر وحقل نور علاوة على قطاع رقم أربعة بالبحر الأحمر تناول اللقاء المزايدة العالمية الأخيرة للبحث عن الغاز الطبعي بالبحر المتوسط والدلتا التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبعية إيغاس وذلك في 12 منطقة حيث أبدت الشركة الإماراتية اهتمامها بتلك المزايدة مزايدة 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 مزايدة